ده كان الموضوع الاولاني اللي بتكلم فيه على الناس المستهترة الناس اللي ما بترعيش احسيس الناس فجأة اسفجأة كده صراع الاطفال اللي موجودة على السوشيال ميديا وجي واحد قال لك نادي المبادئ وفي المعسكر بتاع منتخب الشباب وحصل على توقيع اربعة لعيبة والمنتخب جاب 28 لعيب انا جاب لكم الاسماء كلها لان توصلت عشان اعرف الموضوع كله من اقوله الاخر استدع 28 لعيب محترف ومنح استدع كامل لعيب محلي لما استدع 28 محترف استدع واحد محلي يعني وكتب اسماء عايز اقولها لحضراتكم بالكامل لانها مهمة جدا انكم تعيشوا معايا في الاحداث دي يعني يا جماعة مش معقول يعني قال لك ايه بقى بص لحضراتكم 28 لعيب في منتخب مصر اهو يا باشر فضيحة ما يحدث داخل معسكر منتخب الشباب امير توفيق وعد المصطفى وعبدالزهر السقه وامير توفيق خد توقيع كذا 13 لعيب تم تهديدهم بعدم الانضمام لمنتخب مصر مرة تانية في حالة استمرار رفضهم للتوقيع لايه فريق منهم ملك بخيط يونس يسر محمد يوسف حسام فارس محمود محمود المهدي إبراهيم خالد محمد الشبراوي كاريكا أحمد أصمان علي نادر أمين فاروق ماركوس مخايل جوزيف فروس خلي بالك ده هو مختار الاسماء برعاية وبعناية شديدة جدا انت فاهم اللي انا بقوله ايه اولا دول مش موجودين في المنتخب سانيا بقى قصة بقية اللعيبة تعال الروح انا وانت نسمع مين بقى نسمع كابتن محمود جابر نفسه لانه هو اللي هيعرف يرد واللي يعرف يقول